كما بحث الرائد الروكن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة السبلة لتعزيز التعاون الأمني والحماية بين قوة الحرس الملكية الخاصة وشركتين بيرن سافن وبلايتر لأنظمة الحماية والأمنة جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين سموه وبين الخبير العالمي في أنظمة الحماية جي بوست ومالك شركة بيرن سافن وسيد نيل هارفي المدير الإقليمي لشركة بلايتر لأنظمة الحماية والأمن وقد شهد الرائد الروكن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي تبذله الشركتين في تنفيذ البرامج والخطط الرامية لتعزيز مبدأ الأمن والحماية في العديد من المجالات لسيما العسكرية مؤكدا سموه أن تواجد هتين الشركتين في المعرض يعد مكسبا كبيرا بالاستفادة من الخبرات الطويلة التي تتميزها في هذا المجال مبينا سموه أن معرض بايدك يمنح الجميع فرصة للتعرف على التطورات الحديثة في وسائل الاتصال والأمن والسلامة العسكرية والذي يخدم تشكيل منظومات نفعية قوية قادرة على داء واجبها بكل إتقان من الجهتين ما شاد سيد بوست وسيد هارفي بجهود الرائد الركنسوم الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدفع لحوال وصول الجهوزية المطلوبة لأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة